السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناة دعم مدرسي الأعزاء إذا نتلقوا بكم مرة أخرى لإتمام استعدادنا لفروض المرحلة الرابعة بالنسبة للمستوى الخامس يعني الفروض الثانية ديال الدورة الثانية اليوم حد فرض الرياضيات ديال أستاذ عمر الصرحاني إذا نشكره على هاد الفروض اللي يتشاركه معنا كالعادة البيدي آف غتلقوا في أسفل فيديو وغتلقوا كذلك الرابط ديال باقي الفروض الرابط ديال صفحات الفيسبوك اللي بغى الفرد على شكل صور إذا نبدأ إن شاء الله بالتمارين ديال هاد الفرد هنا عندي عملية ضرب قسمة القسمة بسيطة يعني ماشي ما يكونش فيها احتل خارج يعني عشاري بسيطة مضبوطة هنا عملية طرحة ديال أعداد عشرية وهنا عملية تجمع ديال أعداد عشرية إذا بالنسبة للضرب ديال الأعداد العشرية فهو كنخدمه عملية ضرب عادية وعادة كنشوف عدد الأرقام من بعد الفاصلة إذا نخدمه 4x7 28 اكتب 8 واحتفظ بإثنال 0x4 24 والاحتفاظ 26 احتفظ بإثنال 4x3 12 والاحتفاظ 14 كنحط النقطة وندوز الرقم الموالي إذا 3x7 21 اكتب 1 واحتفظ بإثنال 6x3 18 والاحتفظ 22 كذلك اكتبه 0 واحتفظ بإثنال 3x3 9 والاحتفاظ 11 ندوز الرقم الموالي 30 دار نقطة تحت اخر وقد اندرجه نقطة ممكن اذا نجوجه في 7x14 اكتب اربعة واحتفظ بإثنال 12 والاحتفظ والاحتفظ بواحد اجوجه في 3x6 والواحد سبعة نحسب المجموع ثمانياث خمسة ثمانية نستمع نقشد اربعة كنبدأ من اليامين دائما نحسب 4 الأرقام ونحط الفاصيلة إذن 1 جوج 3 4 الفاصيلة ستكون هنا 8 فاصيلة 5808 و 70 نجيو القسم هنا كنلاحظ أن المقصوم عليه مكون من الرقم 1 إذن نحضر رقم 1 في المقصوم 8 شحل فيها من جوج أو 8 مقصوم على 2 تطني 4 4 في 2 8 باقي 0 نزل 6 6 مقصوم على 2 3 3 في جوج 6 الباقي 0 نحضر رقم 2 2 1 1 1 2 2 2 0 عملية الطرح أهم حاجة في طرح الأعداد العشرية وأنني نحط الفاصيلة تحت الفاصيلة باش ما نخطأش في الوضع 5 هنا 0 هنا 8 هنا واحتمع إذا ما كانش عندي هنا واحد فيهم عدد صحيح طبيعي تهو نزيد لي الفاصيلة ونزيد ليه الأصفار حتى نقدم على أخر في الأرقام بعد الفاصيلة إذا نستزائد 5 11 أكتب واحد وأحتفظ بواحد كننزل الفاصيلة في الجمع والطرح من الأول كتكون عندي إذا هنا سبعة زائد واحد عنده هنا عفوا أنا درت الجمع هو ورعا عندنا الطرح 6 ناقص 5 1 7 ناقص 0 7 8 ناقص 8 0 وتسعود ناقص لا شيء إذا هنا يا عندي عملية جمع كذلك المهم هو أنني نحط الفاصيلة تحت الفاصيلة باش يكون عندي الوضع صحيح إذا هنا تسعود واحد واحد ثلاثة ثمانية وكننجمع إذا هنا ستة هنا تناش وكنحط الفاصيلة هنا تسعود مع الواحد عشرة وستا ستاش تمنية مع جوج عشرة واحد مع واحد جوج تسعود مع ثلاثة تناش وثمانية مع الواحد ثسعود الآن نسوأ المواليد الذي مستحيل محور مائلي الى المطلوب ومستحيل الساعة نضيف المساحة و نضيف 4.15 هكتر الهكتر هو الهكتوماتر مربع دائما الخطأ الذي يوقع لكم في الاعداد العشرية تضيف 5 في الهكتر دائما نضيف الوحدات الوحدات هي الوحدة نرى الجزء الصحيح نجد الجزء الذي يبعد الفاصيلة هذا هو غير اجزاء الوحدات هي الهكتر كل هذا his Ronald هي هكتر طبقةس لمزيدة صحيح نبعد بالاشتراك كان واحدة و لا نقوم بزيد الاصفر و لا نقوم بزيد الاصفر حتى نوصل الوحدة مرابعة نجد الاصفر لعنا عدد صحيح طبيعي مجدد يحتج الاصفر وتحطي الاصفر و نحوول الديكامتر مربع إذا لاحظت تعاقلين عفوا على الترتيب فإن الار هو الديكامتر مربع إذن هنا هي محولة راسها بيدها ما نحتاجوش نحول ولي أن الار هو الديكامتر مربع هنجول هنا الواحدة قياس ساعة بنفس الطريقة عندي هنا هي 37 ديكالاتر إذن ها هو الديكالاتر هنحط السهنة 3 هنا نحولها الى الهكتو لاتر إذن عندما نصل الهكتو لاتر كنحط الفاصيلة وكسع طيني ثلاثة فاصيلة ساعة هكتو لاتر هادي نجيو هنا هنا عندي 127.8 دي سي لاتر إذا ما نحطنا في الدي سي لاتر هنحط السهنة لان هي الوحدة الجزء العشاري ما تشوفش فيه اذا دي سي لاتر ها هو الدي سي لاتر هنا ستوني هناك السهنة 3 هناك ستوني هنا توني و ال واحد وهناك الثمنية دائما بدون فاصيلة ساعدو هناك الس Lean جديد الميلللتر إذا تبدو الميللتر هنحط هذه الدي ستوني سوية السنتيل ترجمة الميللتر کہناي 12 tungst موحيط الموحيط موحيط الموحيط إذا سي هو 20.5x4 إذا 20.5x4 4x25 4x0 0x0 0x2 4x8 عندي رقم واحد من بعض الفاصيلة إذا 82.0 هي 82 متر إذا المحيط لهذا الحقل فيه 82 متر رابعا على العموم هذا فرض بسيط جدا يعني المينموم بدي الأسئلة اللي غادي خصوهم يتحطوا يعني ما فيه شي صعوبة اكتب كل نسبة مئوية على شكل عدد كثري كما في الميتة الآن أنا بسيط 18% رهي 18 على 100 40% رهي 40 على 100 57% 57 على 100 49% 49 على 100 تعدد 9% 99 على 100 بسيطة الأم هنا أكتب كل عدد عشرية على شكل نسبة مئوية كما في المثال كيف نتاقل من عدد كثري نسبة مئوية لعدد عشاري هنا يجب أن تكون عدد عشاري هنا يجب أن تكون عدد عشاري و هنا تكون نسبة مئوية تقدم اللقاء senators محافظة على نسبة مئوية لن يجب أن تكون عدد عشاري و هنا نسبة المئوية كيف نتاقل من عدد عشاري نسبة مئوية كيف نتاقل من عدد عشاري نسبة مئوية كما تمت أكون هنا 0.12 نضرب في 100 و أعطي نسبة المئوية أو نكتبه على شكل عدد كسري مقامه 100 إذا سفر فاصيلة 12 هو 12 على 100 من يجبتها؟ كل عدد عشري عنده جوة الأرقام بعد الفاصيلة نحيدلي الفاصيلة و أكتبه على 100 إذا كان عنده رقم 1 نحيدلي الفاصيلة و نكتبه على 10 كان عنده 3 أرقام بعد الفاصيلة نحيدلي الفاصيلة و نكتب مثلا عندي 3.4 هو شنو غير طيني يعطيني 34 على 10 لأنه عنده رقم 1 من بعد الفاصيلة نحيدلي الفاصيلة و نكتبه بدون فاصيلة و ندي الماقم مثلا عندي 5.304 هي شنو غير طينيها؟ تعطيني 5.304 على 1000 إذا من لي هذا كيفش كنتقل من عدد عشري لعدد كسري بغينا مباشرة هنا ندوز من العدد العشري لنسبة المئوية كنضرب في 100 إذا 0.12 مضروف 100 أي عدد عشري ضربته في 100 كنضيفلي الفاصله نحو اليمين بجوش الارقام كنضيفه بجوش الارقام كنت بتبقى 12 إذا كنت تعطيني 12 من المائوة إذا هنading 0.67 0.76 جزء من المئه هي 76 في المئه لا ضربت في المئه سوف ننقلها بجوزة الارقام نضرب كذلك في المئه سوف ننقل بجوزة الارقام بجوزة الارقام ن rupees 1.452 غيرب علي انقل بجوزة الارقام بجوزة الارقام استهلا بجوزة الارقام عن المئه سفر فاصلة 38 على مئة وهذه هي 145 على مئة وهذه هي 91 على مئة هنا يا سادسا أرسم مماثلة الشكل بالنسبة للمحور يعتمد على كل نقطة المماثلة ستبعد بنفس المسافة على محور التماثل لن نحدد نقطة الشكل كل نقطة نصيب لها المماثل لاحظة على محور التماثل نجيلها في نفس الاتجاه ستنظر الاتجاه 1 جوج 3 4 5 6 7 8 1 جوج 3 4 5 6 7 8 اربط نجيل هذه النقطة الأخيرة بثمانية ثم نبعد بثمانية ثم نضيف ثم نضيف حدد نقطة الشكل و احساب نفس المراب احساب نفس المسافة مرابة 5 5 8 8 8 و ترسمت المرابة المرابة سهلة و ترسمت المحور عمودي و تستهيئة و مائل او للورقة بيضة اتمنى لكم التوفيق و تتوقعوا مع مراقبة اخرى